هذه مدة دائماً دائماً ما كانوا الإخوان دينا في الدولة الجزائرية الله يكون معاهم كانوا يعانون من واحد المشكل ديال الماء بشموعة ديال المدن كين الجزائر العاصمة وهران تيارات يعني جميع الولايات عندهم المشكل ديال الماء اللي واقع اليوم كين واحد المنطقة في الجزائر خمستاشر يوم ما شربوش الماء خمستاشر يوم ما شربوش خمستاشر يوم ما عندهمش الماء خمستاشر يوم مناطق لم تصلها نقطة ماء هالإخوان هاتشي في الجزائر الجديدة أذكركم أنه فخامة الرئيسة تشارج لكم فيديو تضامني مع الإخوان ومشان اللي يقولت هاتشي أنا غير أعطيكم في التقرأ والمصدر إلا بغيتون توما قلت يخص نديروا هذا الفيديو تضامني مع الإخوان ديالنا في الدولة الجزائرية اللي ما لقوش قطرة توما الله يكون معاهم بالمناسبة فخامة الرئيس الجزائري كان من بين من بين الالتزامات الربعة وخمسين دياله واللي التزم بها الالتزام رقم ثلاثين هو توفير الماء الشروب لجميع المواطنين والمواطينات نهارجا فخامة الرئيس الجزائري كان من بين الالتزامات الربعة وخمسين دياله وأنا متأكد أنه تشي واحد بالجزائر وهدي مناسبة أخي أختي الجزائرية أدعوك أنك يتمشي تقرأ الالتزامات اللي يلتزم بها فخامة الرئيس الجزائري هو أنه في الالتزام رقم ثلاثين يوفر لجميع المواطنين الماء الشروب اليوم الإخوان كانين ثلاثة ديالا البريسات كانوا ولاية بجاية أتجلش قلت لكم خسنا نتضامهم مع الإخوان ديالنا ولاية بجاية يا إخواني ولاية بجاية في القبائل العزيزة علينا كاملة في منطقة القبائل هادو إخواننا بطبيعة الحال اليوم يعانون من قلة المياه خمستاشر يوم بدون نقطة ماء هادي واحد سنة ونصف تقريبا سنة وكالكو مواجهبوا لهم واحد الوالي جديد اسميتو كامال كربوش هاد الوالي هادا لمجا بالمناسبة في الفين وثلاثة وعشرين قال غادي لتزم أنه نوفر للماء الإخوان ديالي في الولاية ديال بجاية ولي جديد ديال بجاية كامال كربوش دازت سنة ونصف اليوم ثلاثة ديال المناطق الإخوان منطقة الأولى سميتها تزمالت هاد ناس الإخوان ديالنا ما عندهمش الماء المنطقة التانية سميتها ايترزين هاد نصف ايترزين بالمناسبة ما عندهمش الماء والمنطقة الثالثة اسمتها بني مليكش وبني مليكش ما عندهمش الماء إضافة لمناطق أخرى في الدولة الجزائرية وفي المنطقة ديال القبائل اللي عزيز علينا دونك السؤال اليوم الإخوان دونك هادو كنقول لكم خمستاشر يوم ما عندهمش الماء كانجور ناس في القبائل بيدون ماء في الولاية ديال بجاية اللي بغي يتأكد يتأكد أنا درت هاد الفيديو تضاموني مع الإخوان ديالي لأنه هادو كيبقوا أخوتنا مسلمين طبيعة الحال الله يكون معاهم مرة الواقعة ديالتيارة الله يكون معاهم اليوم كين مشكل كبير عند الإخوان في القبيل بجاية قلت تلسد المناطق ايترزين تزمالت وبني مليكش كلهم في المنطقة ديال القبيل دونك هادو ماشي أنا اللي قلتها بالمناسبة دونك اللي بغا يمشي بحد بغيت وغا نعطيكم الدليل مرحبا السؤال إخواني الكرام علش قلت لإخوان المغاربة كنت غا ندير لكم اليوم واحد ليف آخر ولكن لي أنه اليوم القضية حارجة جدا الناس بدون ماء شحفانة بدون ماء الناس مساكن كتعرفوا الناس بوسطة الله يكون معاهم الممكاش في المنطقة ديال القبيل هادو ناس اللي خوتنا خصنا نضامنوا معاهم بالمناسبة واتشعلش درت هادو اللايف ده بس سؤال إخواني الكرام كيفاش احنا نقدرون عاونوا أخوتنا في الجزائر فخامة الرئيس الجزائري لتزم أنه كل تضامنوا على الإخوان ونبغيكم تضامنوا مع الخود ديالنا في القبيل من بالالتزامات اللي يلتزم بها أنه يوفر لما ده بليوم خمسة عشر يوم بدون ماء كيفاش هنقدرون تضامنوا مع هادو الإخوان هادي؟ علش كين هاد المشكل إخواني الكرام علش كين هاد المشكل ديال الماء في الجزائر كنا نضروع على القبيلة قبيلة عزيزة اللي نحنا كاملين كمغاربة بالمناسبة علش كين هاد المشكل هاد ديال الماء في القبيل وخصوصا عند هاتل ثلاثات المناطق بجاية كلها في هاد المشكل ديال الماء انقطاعات متكررة ولكن هاد اليوم بدون ماء وصار اللي حسن العوان اللي يحسن العوان يدshit واحد ما يعرف عليهم مي شي حاجة أنا أعود إندكر بني ملكش اللي بغي يقلب عليهم يقلب عليهم أي ترزين وتزمات ثلاثة ديال المناطق في الدولة الجزائرية اللي يقدبني غادي طلعهم غا نقول له نعطيه يشوفهم المباشر لك ما نقولوش كذوب هذا الواقع علش في نظاركم هاد الإخوان عندهم مشكلة ديال ما في الدولة الجزائرية لماذا الجزائر اليوم لديها مشكلة للماء؟ كل تضامن الإخوان معهم الرئيس الماجا قال لهم سوف نوفر لكم الماء أنا لا أدخل في التعهدات الأولى والتعهدات اللي من بعد التعهد رقم 30 ما وفاش به على بركة الله بارتاج والتكباس الإخوان بارتاج والتكباس الإخوان دليل دليل نعطيك الدليل أنه الآن خرج بمرسوم رئاسي هذه أسبوع أنه ضباط ساميين جنرالات ولا كابرانات سيقوموا الآن بمهمات مدنية وسيضعهم في وزارة المياه والغابات ويضعهم في... ولكن كيفاش نتقدروا أخي مختار ده بشوف نحن المرسوم عرفناه نهارسة بتخراج عرفنا شغايكون متقاعدين أتترى ده بلا مهم كيفاش نحن نوقفوه مع هاد الإخوان دينا في القبيل لأنه كم قولك كانش جور كانش جور الناس ما عنده مشلمة وش بغيتين نقول لك إن اسمح لي يا كيكي دك كاكا وين حبيت ما نقدرش نقول لك الدارجة المغربية كان استسمح من إخواتي ولكن كان قولك بأنه عمي تبلقى الحل بأنه كان العسكرية الآن لغادي يلقاو الحل وغادي يجيبوا واحد المتريات وبدوا يحفروا في الأرض فهمني فهمني انت رقب ما بقديش ما بغيتش فهمني لا فهمتك فهمتك لا شوف ده بأنا شوف بطرعة أنا هاد الليف ده بأنا شوف بطرعة أنا هاد الليف ده بأنا بقاو فيه الناس أصحبي راه الناس بلا مهم مختار راه بكل صراحة راه يبقى فيك لما تشوف عائلات مسكينة وفقيرة جدا ورا هاد شي عادي هاد شي عادي ولكي رغس نتضمنوا معهم أخي المختار اخي اخي اردوان الله يرضي عليك رحمة الله عليه ابن العزيز ابو تفليقة خرج بتصريح وقدم الناس قال لي هم ديروا ذاك شي وين حبيته اش بغيت نقول لك مازال انا هاد شي عادي هاد شي من العشرين عام وليل ثلاثين عام شي عادي ما تفكرش بأن اخوتنا في القبائل ولا في تمرست ولا في اليزي ولا في اي ولا في تيارة موقعنا شنا هدرو عليها هاد شي راعدهم عادي الآن كنقولوا ما تفكرش بالتاريخة بأنه راك شي مشكل را هاد شي عندهم العادي يعني انه ما يوصلش ليه الماء ما يوصلش ليه الماء تحياتي اخويا المهم عن العمو ما اللي يهمني هو التضامن اخويا شكرا جزيلا اخي المختار الله يحفظك تبارك الله عليك الاخوان تكباسوا البرتاش كيفاش نقدروا اليوم نضامنوا مع الاخوان دينا دون قولش هادو ناس اليوم بدون ماء بدون ماء صافي كالجور الناس ما عندهمش الماء وصار فقيرة جدا الله يكون معهم اخوتنا مسلمين سيجا مع المطبق مهارو ساموائك معيكم السلام سيدي مصببك هو والله يبقيت اني انا نسقسيك ماليش نزل علي ما عندش تسقسي اليوم انا ان الناس كاتموت بالعطش انت غادر تطلع تسقسيك تسقسيني ما تسقسينيش اليوم اليوم مش يدي انا نسقسيك اليوم الناس محتاجها الماء اليوم ما تسقسينيش وش نقول لي الناس كاتموت بالعطش هو يقول ينسقسيك او سويفان كيفاش نضامنوا مع هاد الاخوان هادو علاش ما عندهمش الماء اخواني الكيرا تسقسيني وش هنالك نقول له ان الناس كاتموت بالعطش هو يقول ينسقسيك استغفر الله الرعظم الناس بلماء ناس فقيرة ما عندش لنا السلام عليكم وعليكم السلام اخي لي مرحبا بك سيدي مرحبا بك سيدي الله يسلمك الله يسلمك الاخ معك جاول من الجزائر اخي مرحبا بك اخويا فخبارك الناس الله يسلمك الله يسلمك اللي جاية ما عندهمش الموت انا شوف انا من منطقة التيارة اول مدينة اللي تعرضت لازمة المياه صح كانت عندنا ازمة المياه بس صحباش نكون معك سارح يا اخي رضوان نعم السيدي انسان ما يقول غير الحق والحق يعلى عليه ولا يعلى عليه حق هذا حق ربي اقسموا بالله علي العظيم لا تأمن بالله لا دولة دخلت في العاجل انا من منطقة التيارة رانا عايشين اسمعني رانا عايشين انا عام انا عام انا عام انا عام اسمعنا شوف ركين اسمعني كين شح الامطار هذه ضايرة ضايرة طابعية وضايرة عربي سبحانه انسان ما يتكش تدخل فيها بالصحة لكن من اضلك امكانيات مستخرة من الدولة كونك على يقين انا تتدخل انا في منطقة تعنات دخلة كوسيدار الدخلة تاصيلي فرع من السناطراك دخلة مؤسسات مختصة في هذا الامر دخلة انا نقول لك في العاجل ان هال يتكلم الرئيس وقال لهم نعطيكم وقت موحدد كي نقول لك اقسموا بالله كاكتادر مع المواطن الما جانا في وقته ونقول لك مالاش يجي كل يوم مالاش يجي الما كل يوم ميرا يجي ان يجي من المرة يجي انسير طرواء انسير كات يجي الما ويقعد انجرني نهار كامل يجي من 14 مار نهار على 4 ايام نهار على 4 ايام هذا المشروح هذا استعجالي رام يوصلونا في المياه من واحد المنطقة يسترقين في ميولاي تيرت اسموها عجر مايا ثاني اكبر حوض في افريقيا ثاني اكبر حوض في افريقيا وكين مخططات استعجالية كين مخططات استعجالية اليوم الاخوان دينا ثلاثة المناطق بجاية بلا ما 15 يوم هذي بجاية في هالمشكلة من قطاعات انا نعود نذكر الاخوان العادل تحقوبنا والبارتاج لانه محتاجين الدعم منطقة اسميتها تزمالت منطقة اسميتها فيم الليكش ومنطقة اسميتها ايترزين ما عندهمش لما هذي كانجور وزيد اكونك على يقين مناطق اللي ذكرتها قريبا للبحر دي سلاسيون دي سالمون دي سالمون لرهم كينين في الماكينة نعطي كين كذا رهم في قيد الامجي قيد الانجاج رهم عليه واش كالنهاية انتظار ذلك استجاوات شنو المفعل انه اليوم واش ما تدخل تدخل شوف غادي العملية تكون كما كان في تيارت تدخل عملية بالصهاريج مدعومة منطرف المؤسسة الدولة منطرف الخواس يكون كين تكاتف ازمة هذه حاجة ربانية طبيعية لا يقل هاش تأوي الرضوان مش انتظارك تأول ربان ما تحكي في الواقع واش كين سي جوالت انا شوف تكون تشكروني لانه انا الى مادرة لكشهاد الله يفتشي واحد في الجزائريين ما غا تكون على باله اصلا لا على بالنا ولا غي على بالنا انا عاش معاني احنا نهار يصرى مشكل نهار يصرى اننا مشكل في تيارت ثمانية وخمسين ولاية رسلة رسلة سهاريج تماما مدعمة بالامكانية مسخرق والله العظيم من عنابة من قسنطينا من تبسة من بشار من راسة وتبغي غدوان ان شاء الله بربي لكون في اللايف غدوان اعطيك نعطيك صور موثقة بس كل الشحينات والامتانيات اللي رهي مسخرتها الدولة قريبا من البيت التاعي يبيتو لي كاميون يبيتو حدايا تعيياتي وكل تضامونا اخويا احنا رخوتكم مسلمين ما نبغيو لكم غير الخير اخويا يا رضوان والله غير مشوف اخويا يعطيني غيروا دي الكلمة على الاقل كنك منصف على الجزائر كنك منصف في بعض لايفاتك على الجزائر شوف انا كنقول لكم حتى جزائري يدير لايف يدير لايف على المغرب ولا يهدر على مشاكلها بس كنخلوه الغطام غطيم غربالو لا لا بالعكس انا اخوك انا اخوك مسلم انا معاك انا ما كنقول لكش الجزائر رملة انا غير باش نتذكرها ايه الف وستمائة كنتفرج لا خوتي معمرني قلت الجزائر فقيرة دائما ما كنقول ان الجزائر بلدون غاني غاني بال بالرسورس ناتورال اللي عندو فيه الفلوس الحمد لله ولكن هذا الواقع انا نقولك صراحة انا نتمنى ان هدوك الفلوس تكون انت اخويا المواطن الجزائري تستفد منه تحياتي اخويا نحن ان شاء الله باندن الله باندن الله تكون فيه نعطيك بالصور صوت وصورة بتشوف الامكانية المسخرة من طرف الجزائر تقولوا نعم كاينة دولة واخفة مع شعبها تبارك الله عليك اخويا جواد تحياتي اخويا تحياتي حبيبي الله يحفظك اخويا والسلام عليكم تحياتي انسان محترم الواقع على الاخوت ما نخبيوش ما انه ما نخبيوه احنا في واحد العالم ليس غيور كل شي كيبان احنا اليوم ماشي هاد ليف باش نتنزو على اخوتنا لا لا اليوم لانه انا كنفكر في دوك الاسر الفقيرة اللي معندهاش الماء اصلا ملقعت متاكل ومعندهاش الماء كنفكر انه ممكن دوك الاسر يكون عند هاد بيبي صغار ممكن يكون عندهم ولدات صغار ماشينا غنطلع نقول لك لاغز الحياة زوينة الجزائر زوينة ولكن كين مشكل ديال الماء في الجزائر كين مشكل ديال الماء اليوم كنا ادروع لمنطقة اللي ما كيوصلهاش الماء لثلتة ايام ولا اربع ايام كينز جور خمستاشر يوم ثلاثة ديال المناطق خمستاشر يوم بجاية هادي مده في هالمشكل ديال الماء في القبيل كل هادو كالناس مساكن ببسطة جدا الناس القبيل ما كيدوا ايوش ولكن هاد المناطق هادو رخوتي راه بدون ماء الله يرضي عليكم كبسو الماء شي حاجة اللي مهمة والرئيس الجزائري الماجا هو بعض ماتي لسانيه قل لهم غانووفر لما جميع المواطنين ده الربعة وخمسين الالتزام الربعة وخمسين بدهب بتغير الدستور بالمناسبة تكشي الالتزام تكشي الالتزام تكشي الالتزام لان المواطنين الجزائري براسهم ما عارفش الالتزامات اللي در لهم فخمة الرئيس اول الالتزام كان هو تغير الدستور ماداروش بزاف الالتزامات مادار التحاجة انا ميهمنيش هادشي شغلو هاديك بلادو هاديك ما ندخلوش في بلادو انا خسني الماء المواطنين مبوسطاء اخوتي الجزائريين كيبقوا اخوتي بيني وبينهم جورا وحق الجار على جارو اسويفان التضامن اخوتي التضامن التضامن مع اخوتينا في الجزائر ماشي استهزاء وانما التضامن اخوتي التضامن بالمناسبة التضامن بالمناسبة شكرا على الدعم موريش مرحبا اخوة اردوان السلام عليكم اخوة اردوان تحيياتي اخوة اخوة اردوان كيف الزعمان تكتشرب قاتي والاخوان دياننا في الجزائر مساركل معنومش تل ما باش يدوشو وما باش يدخلوا الطوالات لا يقول معهم اعيب اخواتي والله اخوة اردوان هاتش اليك تقول اقسموا لك يمينا الاصحح اقسموا لك يمينا لك اعرف واحد القبائل وما على الاصحح الاصحح اخوة اردوان واقسموا لكم اخوة اردوان اخوة واحد ان لم يتمكنون اخرجوا الاخوة لا يمكنهم استعمال غاز مقابل الماء اخوة لا يريدن ان يصلوا الى الدعم اخوة اردوان سأحيان شكرا على مدينة انتخابي اليسر أفضور الاخوة لنجعل الناس يموتوا بالأسيق تلك الأطفال نحن نبقى فيها غير الأطفال أما بناتهم الكبير يقلح للراث ولكن الأطفال مساكنوا الشيوخ لهذا كانت منهم الأحرار من الجزائر نحن نعاونكم ونحطون لكم المحدة الحدود والجمهورة نقسموا معكم الماء نحن نريد أن تلك الأطفال أنهم مساكنوا ونحن نعرف أنها كانت أمكتين ونحن نرى يمكنك إمكانية ونحن نعرف أن يكون هناك إمكانية ونحن نعرف أن هذا الجعباء ونعرف أن يضعونهم الماء ونحن نعطيه لأولده ونحن نعطيه لأولاده ونحن نعطيه لأولاده لم يحتاجون إلى المالك محمد السادس القلب دياله كبير. نعطيهم الامام في ديك في ديك في ديك في ديك في ديك تشويه اللي كانوا مدوزين لنا. رجعوا لهم فيه الامام. ما ما يعطي ونا لها قزلة اشي حاجة. احنا عايق لوجه ديك الاطفال. زي ما تشيك تعال قلبه كل تضامن كل تضامن مع الاخوات. تحياتي يا حبيبي تحياتي. تحياتي يا اخوة تحياتي. بصراحة الاخوان انا قلت لكم اليوم ما بغيت ندير زي ما ما كنت بغي ندير تاشي لايف على الجزائر ولاشي عجب العكس انا بغيت بغيت نتضامن مع اخوتي لانه بجاية في خطر اخوتي. بجاية اخوتنا في القبائل في خطر. الله يكون معهم الله يكون معهم بارتاجو تشكباس اخوتي بارتاجو تشكباس. سلام عليكم. بارتاجو تشكباس اخوتي.